اشتركوا في القناة الاحتفالات والأعياد ليسوا فكرتك ولا فكرتي بل فكرة الله لأنه حدد أوقات ومواسم لابد نحتفل فيها أهلا بكم في حلقة من السلام عليكم وسنذهب اليوم معا في رحلة مذهلة مع رباي جيسون جيسون كيف حالك أخي كيف حالك شلوم السلام عليكم موضوع اليوم شيق جدا وهو عن الأعياد وعن إقامة الاحتفالات هل تظن أن الله يستمتع عندما نحتفل بعيد كعائلة أو ككنيسة أو كأي مجموعة أخرى نعم خلق الله الكل بركة لنا خلق كل شيء لفائدتنا لذلك يحب الله أن نحتفل ويحب أن نقضي وقتا طيبا وأن نعيش أفضل حياة في الواقع هناك رأي في الفكر اليهودي يقول إن الله سيحاسبنا على كل شيء جيد أعطاه لنا ولم نستمتع به إذن تعني أن الله يريد لنا أن نستمتع بطريقة صحيحة نعم أن نستمتع ببركته ونستمتع بجمال الخليق التي خلقها إذن فهو ليس ذلك الرجل العجوز الجالس هناك يحاول أن يعرف ماذا سيفعل اليوم بحزن شديد هو ليس حزينا ولا رجلا عجوزا وليس غاضبا الله مزاجه جيد وهو دوما يريد أن نكون سعداء وقد وعدنا أن نكون فرحين ومبتهجين إلهنا إله فرح وبهجة يريدنا أن نفرح ونحتفل في كل حين بكبير الأمور وصغيرها آمين 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 ونفعل ذلك بطريقة جيدة لأن ما يهمنا هنا أن هناك كثيرين يظنون أنهم إن احتفلوا بعيد أو أقاموا حفلا أو إن فرحوا يجب أن يفرحوا بطريقة غير نقية ولكن الأمر يجب أن لا يكون هكذا صحيح؟ بتأكيد نعم يحب الله الاحتفال النقي نعم لهذا سنتحدث عن هذا الأمر الشيق عندما نتكلم عن الأعياد قرأت عنها في الكتاب المقدس كمسيحي لكنني في الحقيقة لا أعرف خلفية الأمر من الناحية اليهودية لذا نحن نسير في منطقة أنا في الحقيقة أجهلها تماما لذا ستتحمل أسئلتي وقدنا في هذه الرحلة مكتوب في سفر اللويين إصحاح 23 كلام يتحدث عن هذا العيد ويبدأ في سفر اللويين إصحاح 23 عدد واحد يقول وكلم الرب موسى قائلا كلم بني إسرائيل وقل لهم هذه هي مواسمي أي هذه هي أعيادي أنا هذا يصدمني بشدة نحن كبشر دائما نحتفل بأمور كثيرة أنا أحتفل بعيد ميلادي مثلا وبالأحداث الجيدة ولكن الرب يقول هذه الأعياد هي أعيادي لذا هل يمكن أن تشرح لنا لماذا يتحدث الله بطريقة شخصية هكذا؟ نعم أظن أن هناك أمرين مهمين الأول هو أن ندرك أن الله يريد أوقات خاصة معنا حياتنا مليئة بالانشغال ومليئة بالتوتر أحداث كثيرة تحدث وليس لدينا وقت لأصدقائنا وعائلاتنا فيسبوك يا إلهي الحي وكل تلك الأمور بالكاد أجد وقتا لأصدقائي ولعائلتي في برنامجي كيف أستطيع أن أجد وقتا لله واستكل ذلك الضقيق لهذا عندما قال الله لنا هذه هي مواسمي كأنه يقول أريدك أن تمسك هاتفك المحمول وأن تمسك جدول أعمالك وتعلم على هذه الأيام وهذه الأوقات بالتحديد خصصها فقط لتتواصل وتجتمع مع أصدقائك وعائلتك لتذكور ما فعله الرب وتحتفل به لكن فكرة مواسمي أنا هل هي موجودة في الكتاب هنا فقط في اللويين إصحاح 23 أم من أين جاءت فكرة الأوقات والمواسم وأن الله يريدنا أن نكون معه أظن أن الفكرة بدأت في شكلها الأول من بدء الخليقة تعلم عندما خلق الله الزمن وخلق الفضاء وهذا الأمر هو أساس كل العلاقات ثم يقول بعد أن خلق الله الشمس والقمر قال إنه وضعهم في السماء لأوقات وأيام وسنين وكلمة أوقات في الكتاب المقدس تعني مواديم وهي تعني وقتا محددا وهي نفس الكلمة المستخدمة في سفر اللويين 23 للأعياد السبعة الخاصة بالله الفكرة أن الشمس والقمر نسيجا بشكل خاص جدا لقد نسيجا كلهما في الخليقة ليذكرانا بالمواعيد التي دعينا أن نتعبد فيها لله ونتواصل معه هذا يعني أن الله فكر في هذا منذ البدء نعم أوقات خاصة مع البشر لهذا السبب فهو خلق الوقت بالتأكيد نعم هذا يعود إلى بداية الخليقة هناك سبعة أعياد في الكتاب المقدس مذكورة في سفر اللويين سبعة أعياد في لويين 23 العيد الأول هو عيد الشباط السبت نعمل ستة أيام في الأسبوع وفي اليوم السابع نستريح لأن الله أيضا خلق العالم في ستة أيام وفي اليوم السابع استراح فمثلما استراح الله يوما نحن أيضا نأخذ يوما لنتواصل معه ومع العائلة ولنذكر الفداء العظيم الذي به حررنا الله من العبودية واو تظن إن جاء الله إلى حياتنا اليوم ربما يأخذ معظم هواتفنا ويقول أنا أريدك لي الآن أريد أن أقضي وقتا معك الآن نعم يوما على الأقل في الأسبوع بدون هواتف الأمر في الواقع هو نحن نحتفل بعتقنا من العبودية فالأمر هو إن كنا لا نستطيع أن نأخذ راحة من مشاغل الحياة إن كنا لا نستطيع أن نضع جانبا التكنولوجيا ونتوقف عن التشتت ونركز على أهم أمر وهو علاقتنا بالله وعلاقتنا بعائلاتنا فهذا يعني أننا عبيد نحن عبيد للوقت نحن عبيد للمكان عبيد للنظام المادي ويجب أن نتحرر من العبودية والله يريد أن يحررنا من ذلك واو حسنا في لاويين يقول هناك سبعة أعياد كما تعلم هل هناك أي دلالة لرقم سبعة هنا؟ وهل يمكن أن تشرح لنا أهمية تلك المواسم أو الأعياد السبعة؟ وما علاقة ذلك بنا اليوم؟ نعم هناك أهمية لتلك الأعياد السبعة ورقم السبعة هو رقم الملء وهو أيضاً رقم الاكتمال الوقت الأسبوعي الذي نتواصل فيه مع الله هو السبت الشباط بالعبرية هناك ثلاثة أعياد ربيعية وثلاثة أعياد خريفية نجدها في لاويين 23 وهي مهمة جداً خاصة لأولئك الناس التابعين ليسوع المسيح مثلك كمسيحي لأن الثلاثة الأعياد الأولى قد تمت في مجيء الرب الأول كثيرون لا يعرفون أن كل حدث من الأحداث الرئيسية في حياة يسوع المسيح حدث في عيد يهودي كلها من تلك الأعياد السبعة؟ نعم كلها مترابطة كما رأينا في الإنجيل لقد مات ممثلاً خروف الفصح ثم في الواقع قام من الأموات في عيد يهودي سنتحدث عنه بعد لحظات يوم هابي كريم البكورة سكب روحه في عيد شيفوت الخمسين فتلك الثلاثة تمت في المجيء الأول ثم لا توجد أعياد في فصل الصيف هذه هي الفترة الزمنية التي نعيشها منذ قيامة المسيح وصعوده إلى السماوات ونحن الآن ننتظر المجموعة الثانية والتي تعتبر أعياد الخريف وهي تبدأ بعيد ترامبيز يوم هاشورا رأس السنة ثم يأتي يوم كيبور أي يوم الغفران ثم يأتي سكوت وهو عيد المظال وفي هذا العيد نرى في نهاية الأمر كيف تم تأسيس ملكوت المسيح إذن نحن نعيش في فصل الصيف الذي بعد الخمسين أعتقد أن الكنيسة قضت فترة انتظار مدة ألفين عام وأؤمن أننا بدأنا نتحرك ناحية الأعياد الكتابية الأربعة الأعياد التي تمثل عودة المسيح وكل ما سوف يحدث سيكون استعدادا لمجيء المسيح الثاني الذي أعتقد أنه اقترب جدا إن أراد الله إذن سنتحدث سويا عن كل تلك الأعياد الكتابية نعم التي في لويين 23 ولكننا نريد الآن أن نبدأ بأحد الأعياد التي ذكرتها الآن مثل الباكورة نعم أو تقدمة الباكورة التي نجدها في لويين 23 من 9 إلى 14 نعم ما الذي يميز ذلك العيد وما هو معناه؟ هذا العيد مرتبط بعيد الفصح الذي تحدثنا عنه لكن في اليوم الثاني من عيد الفصح اليوم الستاشر من شهر نيسان أمر الله شعبه أن يقدم الرشيد كاتسير وهذا معناه أن يقدم الثمار الأولى للرب كرائحة سرور أمام عرشه هذا يعني أن كل مزارع ينتظر ويأخذ أول ثمر ظهر في حقله ويقدمه للرب نعم لكن بصفة خاصة في اليوم الثاني من الفصح رئيس الكهنة وبعض الكهنة يخرجون إلى الحقول المحيطة بأرشليم ويقطعون بعضا من أول ثمار حصاد الشعير يعرف بعمر وهو وزن لمعيار جاف من الشعير يأخذونه ويشونه ويدعون عليه بعض اللبان والزيت ويأخذونه ويهزونه أمام الرب كعلامة على شكرهم له وعلى ثقتهم بأن الله سوف يبارك الشعب بإعطائه حصاد وفير وجزيل وأظن أننا يجب أن نتساءل لماذا تعتبر الثمار الأولى مهمة نعم مهم أن نفهم ذلك لأني أظن أنه كتابيا أول الأشياء يخص الله أول طفل يولد يخص الرب نعم بكر الحيوان يخص الرب أول ثمار الحصاد أيضا تخص الرب وعندما لم يسمح المصريون لإسرائيل بالخروج أخذ الله أبك لأنهم آذوا إسرائيل ولم يريدوا أن يحرروا من دعي ابن الله البكر وأظن جزءا من السبب أن البكر يعتبر الأفضل في حفل الزفاف احتفال كبير نعم ويقطع العروسان كعكة زفافهما لمن أول قطعة؟ العروس والعريس يأخذني القطعة الأولى لأنها طريقة للتكريم والاحترام والحب وكل ذلك حسنا يعطى الأفضل لأكثر شخص تحبه صحيح نعم إذن يستحق الله أبكار كل شيء وقتنا ويستحق أبكار أموالنا إنه يستحق الأبكار كما يعطي المزارع الحصادة إلى الرب والأبكار هي أفضل ما في الأشياء هذا يتطلب إيمانا لأنك لا تعرف ما سوف يأتي ما تعرفه هو الذي أمامك نعم تحتاج إيمانا لتعطي الأبكار لله لهذا يحب الله الأبكار جدا لأنها أساس ما هو قادم إذن يجب أن نعطي أول وأفضل شيء للرب طاقتنا حين نستيقظ نأخذ وقتا في قراءة الإنجيل نعم ونكلمه وليس فقط قبل أن ننام أول ما أفعله أشكر الله لأنه أيقظني في الصباح هناك بركة في كل ما يعطيني إياه كالقدرة على أن أرى وأن أقف وأعطاني نفسا وجسدا ونسمة حياة خلقني وكل تلك الأشياء فنعطيه أبكار أموالنا وأول كلام نقوله يكون صلاة نعطيه حمدا على نعمه ونعطيه وقتا نقرأ فيه الإنجيل إنه يستحق الأبكار حسنا مكتوب هنا في رسالة كورينتوس ولكن كل واحد في رتبته المسيح باكورة ثم الذين للمسيح في مجيئه أي أن المسيح هو بكر هنا نعم في الإنجيل نعم بالتأكيد هذا مهم جدا لأنه المسيح مات كخروف فصح وقام من بين الأموات في ذلك العيد عيد الأبكار يوم هبكوريم لما هذا مهم لأنه إن كانت الثمار الأولى جيدة فهذا يضمن وفرة الحصاد القادم في متى 22 يقول إن يسوع بكر من الأموات وهذا جزء من الوعد هو قام من الأموات وهذا يضمن لكل من يؤمن به أن يقوم من الأموات هذا رائع لذلك السبب في متى 27 عندما مات المسيح وقتها انفتحت قبور وقام أناس من الموت وخرجوا منها كان نموذجا حرفيا يستطيع أي شخص أن يفهمه هذا هو البكر من الأموات القيامة حقيقة وأرانا الله بشكل ملموس ما سيحدث حتما في المستقبل أنت تقصد الحياة الأبدية معه وأن يكون لنا ضمان للخلاص فيه من خلال يسوع نعم بالضبط لأن خطيطنا في آدم وبيسوع آدم الثاني مات لكي نحيا كلنا وتغفر خطيانا في حقيقة الأمر البكر من الأموات يقصد به وعد من الله يعطينا رجاء رجاء في ماذا؟ فكر في الأمر بعد أن رأى التلاميذ يسوع يموت على الصليب ثم يتفن حبسوا أنفسهم في العلية وهم مرتعبون كانوا خائفين نعم لا نريد ما حدث له يحدث لنا كانوا يظنون كل ما أمانوا به ثبت أنه انتهى نعم ليس حقيقيا آمالهم كل شيء كل شيء أعطوا حياتهم له كل ما تركوه لأتبعوا الرب وظنوا أنه المخلص الذي سيغير العالم فهم لم يتوقعوا أن يحدث هذا دعني أحكي لك قصة تفضل عندما تزوجت ستيفاني زوجتي كان عندها قطتان من قبل أن نتزوج كانت تحب القطة أنا كنت أحب الكلاب وهي تحب القطة وكان اسم إحدى قطتها تاهيلا ومعناه حمد تاهيلا نعم كنت أدرس الماجستير ورجعت بعد الامتحانات وقلت ستيفي هل رأيت القطة تاهيلا؟ فقالت لم أراها طوال اليوم بحثنا عنها ولم نجدها فقلت أنا لا أريد أن أخبرك ولكنني رأيت قطة تدهس في الشارع وكانت تشبه قطتك فقالت لا لا يمكن يجب أن تحضرها نحن في شارع مزدحم قالت لي أخرج الآن وأبحث عنها فخرجت وذهبت إلى هناك وعندما رجعت قالت هل هذه قطتنا؟ هل هذه حبيبتي؟ فقلت لها بأسف لا أعرف الرأس مسحوقة ولا؟ فعودنا إلى البيت وكانت تبكي القطة ماتت كيف حدث ذلك؟ أنا حزينة وشعرت بالذنب ربما أكون السبب حين خرقت صباحا وفجأة قالت سمعت هذا؟ سمعت ماذا؟ فقالت سمعت تهيلا فقلت حبيبتي أنت تهلوسين لأنك حزينة فقالت سمعتها الآن؟ فقلت لا لثالث مرة قالت هل سمعت؟ هل تصدق؟ لقد سمعتها وبدأنا نبحث في المنزل صعدنا إلى أعلى وسمعنا صوتا في المجفف وفتحت باب المجفف فخرجت القطة هيلاء وبعدها فجأة تحول كل حزننا إلى فرحة كنا مثل التلاميذ عندما كان يسوع في داخل القبر كانوا يبكون وكانوا خائفين ومحطمين لقد اختفى لكن مثلما قفزت تهيلا من المجفف خرج يسوع من القبر في اليوم الثالث وتدحرج الحجر تغير كل شيء وبعدها كانوا خارجا في الشوارع يعلنون أن يسوع هو المسيح الأمر غيرهم بشكل كامل ذلك هو الرجاء نعم والرجاء أصله الوعد أصله هو الوعد بأن الله سوف يفي بوعده لنا بأنه سوف يعطينا حياة أبداً آمين آمين وما هي الأهمية الأخرى لذلك العيد يوم هابو كوريم أقصد يوم لها نفس المعنى في اللغة العربية هابو كوريم بوكور تعني البكر صحيح؟ ما هي الأهمية الأخرى له؟ نعم أظن أن هذا اليوم مهم جداً يمكن أن يعني حرفياً يوم البكورة أو ريشي التي تعني المولود الأول وكما قلت إن يسوع المسيح هو بكر الخليقة وهو أيضاً البكر من الأموات وذلك اليوم هو يوم يحمل لنا الوعد بالقيامة التي تؤدي إلى حياة أبدية بيسوع المسيح نعم صحيح بيسوع المسيح نعم وهذا يعطينا رجاءً بأن كل الأمور التي كنا فقدناها الأمور التي فقدنا الأمل فيها أشخاصاً أمنيات ربما صحة مثلاً هذا يعطينا رجاءً بيسوع المسيح أن أن نعيش بأمل جديد في الحياة نعم بالتأكيد أكرر بدأ تقديم البكورة قبل مجيء الخمسين بالتسعة وأربعين يوماً و ويعني بالعبرية شفوت سوف نتحدث عنه لاحقاً وكان ذلك الوقت يعرف بالسيفاتو أمر أي وقت حساب الأمر وأكرر الأمر هو تقدمة الشعير التي تقدم يومياً أثناء تلك التسعة والأربعين يوماً وأمر آخر مهم جداً أيضاً حدث في تلك الفترة وهو عندما صعد المسيح مباشرة إلى السماء يقول لنا أعمال واحد إنه في اليوم الأربعين من حسبة يوم أمر صعد يسوع بالفعل إلى السماء على سحاب السماء وعاد إلى فوق إلى إلى ملكوته في السماء فوق واظن أن أمر صعود يسوع مهم جداً لنا مهم أن نفهم الصعود هذا لأن يسوع جالس عن يمين الآب وهو يشفع فيك وفيه في هذا المكان وأيضاً في كل شخص يشاهد البرنامج يسوع المسيح يصلي من أجلنا صنع طريقاً جديداً إلى السماء مدخلاً لنتواصل مع الله ونختبره في حياتنا هللويا هللويا أريدك أن تخاطب مشاهدينا هناك كثيرون منا جالسين هناك وهم في حزن شديد مثلهم مثل أم تلاميذ يسوع المسيح قبل قيمته من الأموات أعظم حدث على الإطلاق خرجوا من أرشاليم وكانوا سائرين وهم تعساء إذ انهارت كل أمالهم ماذا تقول لأولئك الناس المصابين بالإحباط وهم يحتاجون إلى رسالة أمل يمكن أن يتمسكوا بها وماذا يمكن أن يصنع يسوع لهم القيامة هي الوعد بالرجاء الرجاء هو أن تصدق أن مستقبلك سوف يكون أفضل من ماضيك أي ما حدث في الماضي وقيامة الرب يسوع قيامة يسوع من الأموات تعرف باسم الرجاء المبارك لقد انتصر على الموت الذي هو المصدر لكل خوف ليس عليك أن تستمر خائفاً ليس عليك أن تستمر في شك نفس الروح الذي أقام المسيح من الأموات يمكن أن يعيش فيك أنت أيضاً إن آمنت به مثلما هزم الموت وصعد إلى السماء وارتفع عالياً فوق القبر يريدك الله أيضاً أن ترتفع فوق حالتك وفوق ظروفك الحالية ووعد بأن يجلسك معه في السماويات ووعد بأن يعطيك رجاء ومستقبلاً مهما كان شكل ماضيك هناك أمر أفضل بكثير ينتظرك هناك لست مضطراً أن تعيش في شك لست مضطراً أن تعيش في اكتئاب لا تستمر في خوفك لا تستمر في هذا الإحباط يجب أن تطمئن لأن لديك رجاء الحياة الأبدية آمين آمين في يسوع المسيح صحيح نعم إن عدنا إلى ذلك العيد قال الرب لهم إنه عندما يدخلون الأرض في وقت الحصاد يجب أن يعطوه الأفضل صحيح هذا الوعد بالوصول إلى الأرض إلى الحياة الأبدية سوف يتحقق حتماً نعم بالتأكيد نعم بالطبع لأن الباكورة تشير إلى ما سوف يحدث في المستقبل باكورة حصاد الشعير مقصود بها أن تقود إلى باكورة حصاد القمح كان ذلك الحصاد الأكبر الله لديه بركات لكل واحد بركة في هذا العالم وبركة في العالم القادم يمكننا أن نرجو ذلك الأمر ونتشبث به وننتظره نعم وأظن بحسب الكتاب الرجاء ليس أمراً معلقاً في الهواء عندما نرجو شيئاً نقول أتمنى أن يحدث وكأننا فقط نريده أن يحدث ولكننا لا نعرف إن كان سيحدث الرجاء الكتابي هو شيء ثابت ومؤكد ونعرف أنه سيحدث بالتأكيد لا يوجد ربما ولا يوجد لو السؤال الوحيد هو متى سيأتي اليوم والساعة التي سوف يحدث فيها ذلك الرجاء في يسوع المسيح يمكن أن نالى ذلك الرجاء ويقينه وليس علينا أن نخاف أبداً لا نعم وجزء من ذلك أيضاً هو أننا يجب أن نترجى مجيء يسوع المسيح ونترجى أيضاً القيامة التي سوف نختبرها في حياتنا يقول بولوس في تيموثاوس وأخيراً قد وضع لي إكليل البر وليس لي فقط بل لجميع الذين يحبون ظهوره أيضاً هناك مكافأة كبيرة في السماء للذين يشتقون إلى رجاء في المسيح ومجيئه آمين شكراً جزيلاً يا جيسي أشكراً صلعت بذلك على هذا التوضيح وعلى وجودك معنا وأنتظر بشوق باقي الحلقات سوياً عن هذا الموضوع المهم أود أن أسألك هل لديك رجاء في حياتك؟ أريد أن أطلب أن تفتح قلبك وعقلك لا يهم أين أنت ربما كنت مدفوناً لسنوات عديدة في أمور وفي خطايا أو في أوهام الرسالة من هذا العيد الذي تحدثنا عنه تواً هي أن يسوع المسيح قام من الأموات ولأنه الآن حي سيعيش فيك بالضبط كما يعيش فيه أعطيته فرصة عام 91 قلت له يا رب أحتاج أن تأتي وتغير حياتي وأتمنى أن تدعوه أنت أن يأتي إلى حياتك وسوف يغير حياتك أضمن لك هذا لأنه غيرني قبلك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر موسيقى